ايجين مشروع مركز أبحاث متخصص في أبحاث الفيروسات والجينات من تأسيس دكاترة ومهندسين وتقنيين وشباب وشابات طموحين وبدعم من رواد الأعمال جميعهم سعوديين يجمعهم الطموح ونشر المعرفة ايجين هذا أول مركز أبحاث متخصص في السرطان والجينات الحيوية ومركز تدريب صحي إن شاء الله سيكون معتمد من الهيئة السعودية الارتصال الطبية هدفنا نحاول في توطين المهارات البحثية الخاصة في الجينات الحيوية والأمراض السرطانية بالإضافة إلى حصر الأوبئة ومن ضمنها الوباء كوفيد-19 ونكون مستعدين لأي أوباء لا قدر الله يصير عندنا بأيد سعودية صنعت كوكبة من أبناء الوطن هذا المشروع وهو مجهود 17 باحثا سعودي وخمس مهندسين مدنيين وتقنيين وثلاث مستشارين دوليين عملوا سويا لمدة ثلاث سنوات ليكون شعارهم الذي يجمعهم الشغف والطموح سعادة جدا في هذا المساء الجميل بتدشين أحد المشاريع المحتضون لدينا في بيزنس كروث مشروع آي جيني المكون من فريق عمل رواد أعمال سعوديين طموحين جدا مشروع الفريد منه على مستوى المملكة يختص بالأبحاث الجينية لدينا في حاضنة بيزنس كروث نحتضل المشاريع نوفر لها الدعم التمويل الاستثمار نستهدف بشكل خاص الشباب والشابات السعوديين دعمهم بكافة الخدمات لتأهلهم لإنجاح مشاريعهم آي جين برنامج مشروع أبحاث طموح يتبنىه شباب وشابات سعوديون متخصصون وبتهيئة كريمة من حكومة خدم الحرمين الشريفين لنرى تحقيق الأحلام على أرض الواقع بأيد سعودية لقناة الإخبارية عبد الرحمن الخرد جدة